سبحانه أنه خلص بني إسرائيل من العذاب المهين المذل حيث كانوا عبيدا عند فرعون يسومهم سوء العذاب بيانوا أن العذاب المهين كان من فرعون الذي كان متكبرا ادعى الربوبية إنه كان من المسرفين الذين تخطوا كل معقول وتجاوز الحد في طغيانه واستبداده أقسم سبحانه أنه اختار بني إسرائيل واصطفاهم على عالمي زمانهم على علم منه ومعرفة بهم حيث اتبع موسى عكس القبط قوم فرعون أعطينا بني إسرائيل من المعجزات كفلق البحر وإنزال المن والسلوى وتضليل الغمام ما فيه اختبار لهم شديد لتكشف سرائرهم ومدى طاعتهم لله وتمردهم عليه أشار إلى كفار مكة بهؤلاء استصغارا لهم وأنهم ينكرون البعث يوم القيامة ويقولون ما هي إلا أن نموت هذه الموتة التي نراها وتمر علينا في دار الدنيا وليس هناك من بعث أو نشور ولن نعود إلى الحياة فلا حساب أنكر كفار مكة البعث وقالوا للمسلمين إن كنتم صادقين أن هناك بعثا وحياة بعد الموت فأحيوا آباءنا وأعيد إليهم الحياة بعد أن فقدوها يذكر الله المشركين بقوم وصلتهم أخبارهم هددهم بما أنزله بقوم تبع ومن كان قبلهم كعاد وثمود فإنهم كانوا أشد منهم قوة فأهلكهم الله إنهم كانوا مجرمين هذه علة أخذهم وهو كفرهم وتبع هو ملك اليمن هذا هو الدليل على البعث وأن السماوات والأرض لم تقلق عبثا ولهوا بل خلقهما من أجل هدف حكيم وهو أن يتكامل هذا الإنسان ويبلغ مرتبة متقدمة من الطاعة حتى إذا استكمل دورته في الحياة تأهل للجنة أو كان من أهل النار فوجود يوم القيامة هو الذي يخرج الدنيا بما فيها من العبث هذا بيان سر خلق السماوات والأرض فإنه لم يخلقهما إلا بالحق والحق يستبطن الحكمة والغاية الهادفة النافعة فلا يستوي الظالم والمظلوم والضحية والجلاد وهكذا لابد من يوم عدل يفصل فيه بين الناس لكي يتحقق الحق الذي كان وراء الخلق ولكن أكثرهم لا يعلمون أكثر المشركين أغلقوا عقولهم فلذا لم يعلموا بيوم الحساب تقرير لحقيقة كبرى بأن يوم الفصل يوم القيامة يوم يجمع الله فيه الناس للحساب وسمي يوم القيامة يوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين العباد ويعطي لكل واحد ما يستحق يوم القيامة يوم تتوقف فيه الوساطات فلا يدفع حبيب عن حبيب أو صديق عن صديق أو رحم عن رحم لا يدفع أحد عن أحد شيئا وليس لأحد أن ينتصر لأحد أو يعينه نعم تسقط الشفاعات إلا من رحم الله ممن تداركته رحمته فعفى الله عنه أو شفع فيه أحد الأنبياء أو الأئمة فهذا يفوز وينجح طبعا المشفوع فيه يجب أن يكون له قابلية ذلك شجرة الزقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين كما تقدم في سورة الصافات الآية أربع وستين ولها شبيه في الدنيا يعرفها العرب وهي شجرة صغيرة الورق كريهة الرائحة ذات لبن إذا أصاب جسد إنسان تورم هذه الشجرة هي طعام الفجار الذين يمارسون المعاصي والإنحرافات والكفر بالله ويتحول طعام هذه الشجرة بعد الأكل إلى رصاص أو نحاس مذاب كما يغلي الماء ويفور لحرارته يقال للملائكة الموكلة بهذا المجرم خذوه بعنف وقوة كما يؤخذ المجرمون وادفعوا به إلى وسط الجحيم ثم يقال للملائكة صبوا الماء المغرية فوق رأسه ليذوق العذاب الأليم ويقال له بعد ذلك استهانة به واحتقارا له ذق إنك أنت العزيز الكريم الأمر يراد به الإهانة فإنك كنت تتعزز في الدنيا وتقول إنك لا تقهر ولا تذل ولا تهان وكنت تدعي أنك كريم فكن الآن كريما رفيع الشأن إن هذا الذي أصابكم ووصلتم إليه من دخول الجحيم كنتم وأنتم في دار الدنيا تشكون فيه ولا تصدقون وقوعه فقد وقع الآن الذين اتقوا الله فدفعوا عذابه بطاعته أولئك في مكان آمن لا يلحقهم مكروه ثم فسر سبحانه ذلك المقام بقوله في جنات وعيون في بساتين وحدائق وينابع ماء متدفقة لتزيد البساتين جمالا وجلالا وأما ثيابهم فحرير ناعم وآخر غليض والحرير أجود أنواع القماش وأرفعه وهؤلاء المتقون متقابلين يجلسون وجها لوجه لكي يكتمل السرور ويتم الفرح أي كما أكرمناهم بما تقدم من أنواع النعم كذلك أكرمناهم بتزويجنا لهم من الحور العين وهن نساء أهل الجنة وهن في منتهى الجمال والكمال يطلبون كل فاكهة على اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها آمنين من ضررها أو ضرر غيرها بعد دخولهم الجنة تتم السعادة ويخلدون فيها لا يجدون عنها متحولا لا يمر عليهم موت إلا ما وقع عليهم في دار الدنيا فالآية تشير إلى خلودهم في الجنة دائما وصانهم الله سبحانه وحفظهم من عذاب النار المتأججة التي دخلها الكافرون ما تقدم فضل من ربك تفضل فيه على عباده المتقين وذلك الفضل هو الفوز العظيم والضفر الكبير هذه هي الناعمة الكبرى وهي نعمة جعل القرآن بلغة النبي العربية فهذا التيسير والتسهيل لكي يلتفت العرب إليه ويتدبر آياته ويفكر فيه ويدرسوه انتظر ما سيحل بهم وما تأتيهم به الأيام من فجائع فإنهم ينتظرون بك الدوائر ولكن الله لن يتخلى عنك بل سينصرك ويخذلهم والآية فيها تهديد لهم انقصروا أو أعرضوا عن هذا القرآن